عزيزاتي الطالبات عزائي الطلبة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالجديدة شعبة علم الاجتماع وعلم النفس مسلك الدراسات السوسيولوجيا سنواصل سلسلة محاضراتنا في وحدة النظريات السوسيولوجيا المعاصرة وسنركز أساسا على تجاهين أساسيين يعتبران امتدادا للمدرسة التفاعلية الرمزية وأخص بالذكر التجاه الفينومنولوجيا في المجتمع مع ألفريد شوتز ألفريد شوتز عرف بكتابه الشهير في نومنولوجيا العالم الاجتماعي ممكن اعتبار ألفريد شوتز يعني أدخل الفينومنولوجيا أو الفلسفة الفينومنولوجيا إلى علم الاجتماع وعرف أيضا بكتابه الشهير الذي ترونه أمامكم أليمون دو سوسيولوجيا في نومنولوجيك إذن هذا كتاب لألفريد شوتز أدعوكم إلى الرجوع إلى هذا الكتاب في نسختي الأصلية أيضا وهذه النسخة الأصلية وأدعوكم إلى الرجوع إلى الأصل أو أمهات الكتب لاستعاب إسهامات هذا الباحث السوسيولوجي خصوصا على أنه عرف بكونه أدخل الفلسفة الفينومنولوجيا إلى علم الاجتماع إذن لكن قبل ذلك سنعود إلى التجال فينومنولوجي ما معنى التجال فينومنولوجي؟ أول شيء نفهم ما معنى التجال فينومنولوجي وفهمنا للتجال فينومنولوجي والتجال فينومنولوجي في الفلسفة سيساعدنا على فهم إسهامات ألفريد شوتز قلنا إذا كان الاتجاه الفينومنولوجي هو يعني يركز على باختصار المعرفة الداخلية للموضوع عكس الاتجاه الوضعي المعرفة الخارجية للموضوع إذا كان الاتجاه الوضعي تقليدا فرنسيا أساسا فإن الاتجاه الفينومنولوجي يؤد تقليدا ألمانيا لقد تأسست الفينومنولوجيا على يده سيرل ودخلت العلم إنسانية مع دلتين وأصبحت اتجاه السوسيولوجيا مع ماكس فيبر هسيرل والقصدية لكن نفهم ما معنى التجاه الفينومنولوجي لا بد من الرجوع إلى هسيرل وأنتم تعرفون هسيرل هذا الفيلسوف الألماني الشهير حيث اعتبر هذا الفيلسوف على أن العلم الحديث ساعد على إعادة النظر في تصورات العلموية التي طغت على مفكر القرن 19 بل اعتبر أن العديد من تلك التصورات كان يعتمد على آراء خاطئة ولذلك اعتبر الوضعية ذاتها مرحلة سابقة على الفكر العلمي الجديد الذي أصبح الموضوع العلمي بنسبة له غير موجود كوحدة معزولة أو كشيء يمكن إدراكه مجردا عن الدات بمعنى هسيرل يعتبر على أن الموضوع العلمي لا يكون كذلك إلا لما توجد ذات تدركه وتعتبره موضوعا أي هناك علاقة تفاعل بين الذات والموضوع بل اعتبر هسيرل أن تجاه الوضعية هو مرحلة سابقة عن العلم سابقة عن المرحلة العلمية إذن هذا التصور ذي الهسيرل بنسبة له كما قلنا الموضوع أصبح يدرك ويفهم باعتباره شبكة من العلاقات حيث إن الوحدة الحقيقية للموضوع تكمن في اتصاله بالدات التي تكتشفه وتشكله مكتشفة ومشكلة نفسها في نفس العملية إذن كما قلنا وفق هسيرل الفيلسوف الألماني الشهيد صاحب مفهوم القصدية لن توصينا للدات عندما نقول القصدية ماذا نقصد بها؟ بالنسبة لها القصدية هي نزوع الدات نحو الموضوع الذي تدركه أو تتأمله بمعنى لم يعد ذلك الموضوع المعزول عن الدات أو عن الفكر كما يرى التجاه الوضعي بل هناك معرفة داخلية للموضوع هناك تفاعل بين الدات والموضوع حسب هذا الفيلسوف هسيرل ليس هناك الوعي أو الفكر المعزول المتعالي من جهة والشيء أو الموضوع العلمي معزول من جهة أخرى إن الموضوع العلمي كما قلنا لا يمكن أن يكون علميا وفق هسيرل إلا لما توجد دات تدركه وتعتبره موضوعا ومن ثم فإن العلاقة متبادلة بين الدات والموضوع سنلاحظه أن الارتجاه الفينومنولوجي هو ضد عكس الارتجاه الفلسفة الوضعية إذن سنرى أن وجهة نظر هذه حول طبيعة الموضوع العلمي هي ما تشير إليه كلمة القصدية عند هسيرل التي تعتبر المبدأ الأساسي لفينومنولوجيا هسيرل وكما تعلمون بأن إذا كان ديكارت أعتبر أن الوعي معزول عن العالم الخارجي أنا أفكر إذن أنا موجود سنرى أن هسيرل أضاف إلى القوجة الدكارتي قال أنا أفكر في شيء ما بمعنى أنه لا يوجد حب مثلا دون أشياء محبوبة بمعنى هناك نزوع للدات نحو الموضوع إذن إذا كان ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود أنا أفكر فإن هسيرل يقول أنا أفكر في شيء ما إذن هنا القصدية حاضرة بمعنى هناك نزوع للدات نحو الموضوع الذي تتأمله أو تفكر فيه عندما يقول هسيرل مثلا أقصد ذلك البيت أقصد تلك الطاولة بالضبط إذن فهناك نزوع للدات نحو الموضوع الذي تدركه وتتأمله إذن وجهة نظر كما قلنا هذه حول طبيعة الموضوع العلمي هي ما تشير إليه كلمة القصدية التي تعتبر المبدأ الأساسي لفينومنولوجيا هسيرل إذن بعد هذا نبدأ مختصرة عن التجاه الفينومنولوجي في الفلسفة مع هسيرل سنتطرق إلى التجاه الفينومنولوجي في علم الاجتماع مع تشوتز لقد كانت الفينومنولوجيا في الأصل نظرية فلسفية كما رأينا ولكنها دخلت إلى علم الاجتماع مع ألفريد شوتز بعد ماكس فيبر يعني بالنسبة لماكس فيبر أصبحت الفينومنولوجيا اتجاها سوسيولوجيا وسنرى أيضا مع تشوتز على أن الفينومنولوجيا دخلت إلى علم الاجتماع الذي قام هذا الأخير يعني تشوتز قام ألفريد شوتز قام بتطبيق مدخل هسيرل على علم الاجتماع وتطويره إذن التجاه الفينومنولوجيا في علم الاجتماع يعزى إلى مؤلف شهير لألفريد شوتز الذي يمكن الرجوع إليه المسمى بفينومنولوجيا العالم الاجتماعي هذا الكتاب مهم لألفريد شوتز صادر سنة 1932 ولم يترجم الكتاب إلى اللغة الإجليزة إلى سنة 1967 وبعدها أصبح له تأثير على علم الاجتماع الأمريكي إذن سنرى على أن تشوتز أصله نمساوي لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على غرار ما فعله هو سيرل أغفل تشوتز قضية مهية الواقع الموضوعي ويركز على كيفية قيام الفاعلين الاجتماعين بإضافة معنى على خبراتهم وتصنيفها بما في ذلك تأويل أفعال آخرين وهنا بالنسبة لتشوتز كل هذا بالنسبة لتشوتز هو الغرض من علم الاجتماع وليس تفسير السلوك الإنساني باعتبار هي نتاج أسباب خارجية بعينها ولا بيزعم تشوتز أن الفاعلين يبدعون المعنى وأولونه دون الإشارة إلى الآخرين وعلى عكس من ذلك يرى تشوتز أن الجماعات بمرور سنين تنتج رصيداً مشتركاً من المعاني والتي تمكن أفرادها بدرجة أو بأخرى من أن يفهموا بعضهم بعضاً ويتوقعوا أفعالهم هنا يميز تشوتز بين المنظور الطبيعي لعضو الجماعة الاجتماعية والمنظور الفينمونولوجي للملاحظ الخارجي الذي يتبنى منظوراً فينمونولوجياً ويصف مصطلح الطبيعي المدخل الفطري والباديهي الذي يسلم به أفراد جماعة الجماعية معينة ينظر هؤلاء الأفراد إلى أسلوب حياتهم على أنه عادي وهم بصفة عامة غير واعون بالمادى الذي يعكس به هذا الأسلوب خبراتهم الداتية فقط وعلى النقيد من ذلك يسعى الملاحظ الخارجي الذي يتبنى منظوراً فينمونولوجياً إلى وصف أسلوب حياة جماعة ما ومع هذا فهو يقوم بهذه المهمة من منظور فاعلين وليس من منظور تفسير خارجي وهذا يؤدي إلى اختيار منهجية مختلفة عن منهجية علم الاجتماع البنائي إذا يميل رواد التجاه الفينمونولوجي في علم الاجتماع من أجل الاقتراب من الفاعلين الاجتماعيين إلى المناهج الكيفية مثل الملاحظة بدلاً من المناهج الكمية ويمكن القول بأن نظرية شوتز والتجاه الفينمونولوجي في علم الاجتماع على درجة عالية من الجريد والتعقيد وقد قدمت شوتز في نفس الوقت نظرية في الوعي والفعل ونظرية تركز على القيود التقافية أي المعايير والقيم على فكري كيف تؤثر هذه القيود التقافية على فكر الفرض وفعله وتكمل المفارقة في أن هاتين النظريتين تجاهان متعارضاً أحياناً فعلى المستوى الفرضي يناقش شوتز وعي الفاعلين أي الطريقة التي يصغ بها الناس الواقع الاجتماعي وعلاقاته أي الوعي بفكر الفرض وفعله وهنا يتولد لدينا انطباع بأن الفاعلين أحرار أحياناً على الأقل في صيغة أي واقع يريدونه ولكن عندما يركز شوتز على الواقع التقافي يتولد لدينا انطباع مختلف تماماً بمعنى أننا نشعر أن الفاعلين مقيدون وأحياناً محكمون بمعايير المجتمع وقيامه تمثل الفينومنولوجيا إذن فرعاً من الفلسفة المعاصرة التي طورها كما قلنا سابقاً إدموند هسيرل وتطورت في علم الاجتماع من خلال ألفريد تشوتز الذي هاجر كما قلنا سابقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو تلميذ لهسيرل إذن لا يمكننا أن نفهم سوسيولوجيا تشوتز أو نظرية سوسيولوجيا التي ممثلة افتجاه الفينومنولوجي في علم الاجتماع لتشوتز دون الرجوع إلى فلسفة هسيرل إذن قلنا تشوتز هو تلميذ لهسيرل ويختلف تجاه الفينومنولوجيا عن تجاه الفئل في حد ذاته ولكنه يركز كما قلنا سابقاً على التفاعلات الداخلية للعقل البشري والطريقة التي يصنف بها الناس العالم من حولهم وإدفاء معنى عليها فليهتم مثلاً هذا التجاه بتفسيرات السببية للسلك الإنساني بنفس الطريقة كما فعلت تجاه الأخرى فقد حاول رواد الفينومنولوجيا فهم معنى الظواهر ومعنى الأشياء ولم يهتموا كيف وجدت يعده كما قلنا إدموند هسيرل أول من أبدع هذا المصطلح دائماً أعود إلى هسيرل لفهم تيوتز كما قلنا هسيرل أبدع مصطلح الفينومنولوجيا وتم انتشر استعماله عند أتباعهم مثل ياس بارس وهيدغر مارتن هيدغر وأيضاً ماكس تشيلر الفينومنولوجيا تدرس كل ما هو في قالب الشعور مع القيام بجهد أو قصد نحو سبرغة ورباطن الشعور ومضمونه ويؤرف هسيرل في النومنولوجيا بأنها العلم الذي يدرس ماهيات التي توجد في القيام الحميمة للفرد وبهذا يكون موضوع الفينومنولوجيا هو الماهية أي المضمون العقلي المثال للظواهر والفينومنولوجيا كما جاءت في أفكار هسيرل نظرية تسعى إلى إعادة قيم عمليات تبني المناهج الوصفية العلمية تجريبية الخالصة عن طريق استخدام المناهج العقلية والفلسفية إذن كما قلنا إذا كان التجاه الوضعي أبعدنا عن الفلسفة فالاتجاه الفينومنولوجي أعادنا إلى الفلسفة إذن لاحظوا إذن هذا الاتجاه يسعى إلى إعادة قيم عمليات تبني المناهج الوصفية العلمية الجريبية عن طريق استخدام مناهج عقلية وفلسفية التي تتلاءم مع دراسة الظواهر الطبيعية الأخرى وقد عارض التجاه الفينومنولوجي المنهج الوضعي الذي انغمس في دراسة الواقع الخارجي للحياة الاجتماعية وافترض المنهج الفينومنولوجي أن المعرفة الحقة لا تنبع من مشاهداتنا الحسية ولكنها ترتبط بالمستويات الشعورية الداخلية فالضواهر الاجتماعي تتكون وفق ألفريد شوتز من المفاهيم العادية التي يكونها الأفراد عن العالم وعن بعضهم ويفضل الرواد التجاه الفينومنولوجي استخدام مصطلح الظاهرة للإشارة إلى كل ما هو واضح وتابت في الإدراك والوعي بالشعور الضروري وهذا السمي بالتجاه الفينومنولوجي والعالم الاجتماعي بالنسبة للفينومنولوجيا يصبح نتاجاً كما قلنا سابقاً لتفسيرات ومقاصة الإنسان أي أنه عالم ذاتي ويكيب منظور علمي وبذلك يمكن أن تتم دراسة ذلك العالم عن طريق أساليب مثل محادثات وتحليل لغة وتصبح وظيفة علم الاجتماع هنا هي وصف تلك العمليات التي يتم بواسطتها تشييد هذا العالم الاجتماعي من خلال الفهم ما يمكن استخلاصه أن الفينومنولوجيا تؤكد على دور الخبرة الذاتية إذا الخبرة ضرورية الخبرة الذاتية بالخصوص في إدراك جوهر الضواهر ودور العقل في فهم الضواهر وبذلك أسست الفينومنولوجيا منهجا ابتعدت فيه عن مناهج العلوم الطبيعية إذن رفضت تبني نموذجية العلوم الطبيعية في دراسة الظواهر الإنسانية والضواهر الاجتماعية على الخصوص والضواهر الإنسانية بشكل عام إذن هذا التجاه الفينومنولوجيا يرفض تبني نموذجية العلوم الجريبية في دراسة الظاهرة الإنسانية عكس التجاه الوضعي بالنسبة للتجاه الوضعي يتبنى نموذج العلوم الجريبية في دراسة الظواهر الإنسانية إذن فالفينمولوجيا فهو منظور معاكس للاتجاه الوضعي إذن تعطي أهمية للباحث الاجتماعي من حيث توظيف خبراته في فهم الظواهر الاجتماعية وهي بهذا تؤكد على الاهتمام بالحياة اليومية وجاءت محاولاته السر لوضع المنهج الفينمولوجي حتى نفهم عالم الحياة والبحث عن الحقيقة والمعرفة التي توجد في هذا العالم كما يقول هسار مثلا في إطار العلاقة مع الغير يقول إنه عالم البينذاتية إذن هذا العالم الذي نعيش به يعيش فيه الإنسان إذن هو عالم مشترك بين الإنسانية إنه عالم البينذاتية حسب هسار الذي يؤكد على ضرورة الغير لإتبات الوعي بالذات إذن فهو هنا يعتبر على أن معرفة الغير هي معرفة ضرورية بالنسبة إذن معرفة الغير هي ضرورية وليس عكس ديكارت الذي يعتبر على أن وجود دات هو وجود يعني هو الذي أكده يعني أنا أفكر إذن أنا موجود بالنسبة لديكارت إذن ديكارت يعتبر أن الغير ليس ضرورية لإتبات وجود دات بالوجود الغير هو وجود افتراضي محتمل قابل الشكل بالنسبة لديكارت لكن الأكس من ذلك بالنسبة للهوسيرل يعتبر معرفة الغير ضرورية إذن محاولة هوسيرل يعني جاءت لوضع المنهج في المنونوجي حتى نفهم عالم الحياة ونبحث عن الحقيقة والمعرفة التي توجد في هذا العالم لأنه بالنسبة للهوسيرل لا يمكنه إدراك هذا العالم إلا عن طريق وعي الإنسان بذاته كما يعتمد الإنسان على الإدراك الحسي لأنه الصلة الأساسية التي تربطنا بالعالم ومن ثم تقوم كل أنواع الوعي على عملية الإدراك عملية الإدراك عندما أقول إدراك إذن عندما يقوم مثلا العالم العالم بعملية تأمل فإنه ليس عالما خاصا به بمفرده بقدر ما هو عالم معاني وقيم والإنسان ساهم في تشكيله من غير وعي بالنسبة لهوسيرل تعتبر الأشياء لا معنى لها إلا في علاقتها بإدراك لها بمعنى ذلك الموضوع كما يقول هوسيرل لا يكون علميا إلا لما توجد ذات تدركه وتعتبره موضوعا إذن هناك تفاعل بين الذات والموضوع العكس التجاه الوضعي الذي يحصل بين الذات والموضوع ويحاول بالنسبة لهوسيرل أن يبين على أن كل أنواع الوعي تقوم على عملية الإدراك بدءا بمثلا تعطينا مثال عملية تأمل عندما يتأمل العالم فإنه ليس عالم يعني تأمل العالم ليس عالما تأمل العالم ليس عالما أو تأمل العالم للعالم هذا العالم ليس خاصا بذلك العالم بمفرده بقدر ما هو عالم معاني وقيم والإنسان ساهم في تشكيله من غير الوعي ويكتشف أنه عالم ناتج عن تجارب الآخرين أو من أفراد لهم نفس نشاطات الوعية فالعالم عالم الحياة يظهر من خلال ما يكتشفه الإنسان أو يرده إلى الوعي الخالص وهو عالم بيني وداتي هذا لاحظ الصحة درمعين فهم الأساسي العالم البين داتية وعالم بيني وداتي أي الرجوع إلى الدات الوعية أما تشوتز وهو كما قلنا فإلسوف نمساوي عرف بكتابه المشهور في نمونولوجيا العالم الاجتماعي وضف فيه فلسفة هزيرل وقد حاول في كتابه هذا تفسير كيفية تشكو الظواهر الاجتماعية بواسطة الناس العاديين والخبراء وذلك لتوضيح مدى التراء الفكري الذي يمكن أن تنطوي عليه محاولات تنظير بالاعتماد على الخبرات الشائعة التي تظهر بها الحياة اليومية بالإضافة إلى محاولة توفاق المتنوعة التي تتم من خلال فك الفلسفي الاجتماعي وقد صب اهتمام تشوتز على العديد من القضايا الجوهرية المتمثلة في الواقع الاجتماعي ومجالات المعنى إذا لاحظوا مجالات المعنى الحياة اليومية بالنسبة لهذا الباحث تشكل نمطا من التنظيم الاجتماعي والعالم المحسوس والخبرة اليومية في الحياة تمثلها الموضوع الأساسي في المجتمع إذن هذا العالم المحسوس والخبرة يميق لهما يمثلان الموضوع الأساسي في علم الاجتماعي لقطة انطلاق لدى توفاق تبدأ من الواقع الاجتماعي الذي يتميز بالوضوح الداتي مما يعني أن فهمه لا يتطلب بالضرورة تطوير نظام علمي محدد وضقيق ولكي يتم تعبير عن معنى للواقع الاجتماعي يتطلب ذلك استعمال تعبيرات مثل الواقع المحسوس عالم الحياة اليومية بحيث تشير هذه التعبيرات إلى أن هذا العالم الذي يقصده تشوتز لا يتمثل ويوجد في مكان خاص أو اعتباره مقولة محددة توجد في أدهار بعض المنظرين وقد حددت تشوتز أربعة عوالم اجتماعية متميزة بوضوحها وبدهتها المباشرة لا تحتاج إلى برهان أو سند بيد أنها مختلفة بعضها عن بعض لأنها مستخلصة من ظروف وفترات زمنية خاصة بها وهي ما يلي إذن هذه العوالي الاجتماعي الأربعة العالم الأول هو عالم الخبرة المباشرة كما أشرنا سابقا مستخلصة من الواقع الحي محسوس ويشير إلى اتصال تقابلي وجهاً لوجه العالم الثاني هو عالم الخبرة غير المباشرة مستخلصة من الواقع البعيد زمنياً أو عبر وسائط بشرية أو غير بشرية ويشير إلى اتصال غير تقابلي عبر قنوات تقلل من تدخل متفاعلين في مشاعر وأحاسس مشتركة العالم الثالث هو عالم الإرت المنحدر من الزمن القريب يمثل باقي الحالات الماضية الناقصة في معرفتنا الجزئية ثم العالم الرابع هو العالم المنحدر من الزمن البعيد إذن هذه العوالم الأربعة كما جاءت حسب تشوتز تبين لنا على أن تصورات تشوتز عن عالم الحياة واستخدامه كان فهم ليشمل عناصر التقافية والإطار المرجعي لعناصر الحياة الاجتماعية اليومية وتحتيرها على النصق الفكري وأفعال الأفراد الفائلية تشير إلى أن الفينام المنوجي تركز عن فهم مركزي الذي هو الدوات المتداخلة التي تعني الإجابة عن تساؤلات تالية كيف نعرف أفكار الآخرين؟ كيف نعرف أنفسنا؟ كيف نتبادل رؤانا وإدراكاتنا مع الآخرين؟ كيف يحصل التفاهم المشترك بين المتفاعلين؟ كيف يتصل الفاعلون فيما بينهم؟ معنى ذلك أن تداخل دوات الفاعلين لا يحصل بشكل منفارد أو من جانب واحد بل يتطلب حضور آخر أولا وأفكار تتم ناقشتها تانيا وتبادل التفاعل بينهم تالتا وعندئذ يحصل تبادل المشاعر بينهم حبا أو كرها ويدا أو بغضا إعجابا أو استعلاءا ومن ثم تبادل الدوات الفاعل والحضور هناك حضور للآخر للغير بتعبير آخر يشترط حضور الآخرين لكي تكون هناك حيوية مفعمة بواسطة النقاش معهم والاستماعي لهم ومحادثتهم وتفاعلهم في فترة زمنية محددة ومجال جغرافي محدد عندئذ تتبلور الدوات المتدخلة وهذا كما قلنا من خلال تقعيد ديالو في الفلسفة مع إدموند هسيرل عندما يتحدث عن عالم البينداتية أي أننا نقيم في هذا العالم ويحكمنا مصيرا مشترك أي أن معرفة غير ضرورية لمعرفة الأنا أي أن الغير ضروري بالنسبة لهسيرل إذن معنى ذلك أن تدخل دوابت الفاعلين لا يحصل بشكل منفرد كما قلنا أو من جانب واحد بل يتطلب حضور الآخر أولا وطرح أفكاره والمناقشة معه إلى آخره من الضروري إذن القول عندما يعيشوا الفرط مع الآخرين ويتأثر بمؤتيراتهم الاجتماعية والتقافية والنفسية ويتجذبون تأثيرات المؤتيرات تتشكل أندك صور ذاتي عند الطرفين عن كل منهما وهذا يدل على أن تشكيل الصورة عن نموذى السلوك معين يحصل من خلال تفاعل الفرد مع الآخر أو الآخرين إن الحكم على ما إذا كان مدخل تشوتز قد أفلح في وضع أساسي العلم الاجتماعي تأويلي وذاتي لا بد أن يتم من خلال تقدير وإسهامات مجموعة من رواد علم الاجتماعي الذين أثر فيهم تشوتز إذا نلاحظوا هناك استمرارية هناك التفاعل الرمزية هناك التجاه الفينومنولوجي في علم الاجتماع مع الفريد شوتز ثم هذا الآخر أترى أترى في باحثين فيما بعد أترى فيهم كثيرا ونقصد بهم أساسا رواد الإتنوميتودولوجيا التي ستكون موضوع المحاضرة المقبلة ورائد الإتنوميتودولوجيا هو كما سنرى في المحاضرة القادمة حول إسهامات هذا الاتجاه السوسيولوجي في إطار نظرية السوسيولوجيا معاصرة أن الإتنوميتودولوجيا أيضا تعتبر نظرية أساسية أصبحت أساسية لا يمكن أن ننجز بحث حول الحياة اليومية للطالب الجامعي بدون الرجوع إلى الإتنوميتودولوجيا كخلفية الإتنوميتودولوجيا مع غارفنكل كخلفية السوسيولوجيا نظرية لهذا البحث وموعدنا مع المحاضرة المقبلة وشكرا وش في خبركم بلي التدخين كيتسبف مقتل 800 مليون الأشخاص كل سنة في العالم ومليون ومئتين ألف منهم ما كيدخنوش ولكن كيتعرضوا لدخان السجائر دون الرغبة ديرهم وش في خبركم بلي التدخين كيأدي الأمراض مزمينة بحل أمراض القلب والشرايين السراطانات الأمراض التنفسية المزمينة وزيد وزيد من الأخطر اللي كتعرض لها صحة المدخين وصحة الناس المحيطين بيه وهنا خاصنا نأكدو على أهمية حماية غير المدخينين وخاصة الأطفال من المخاطر دي التدخين اللا إرادي خلال الحجر الصحي فهذه الظروف اللي كتعيشها بلدنا وش تدخين كيزيد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 ومن الانتشار ديالو كيتعتبر تدخين من بي الأسباب اللي ممكن تؤدي للإصابة بمرض كوفيد-19 والانتشار ديالو بحيث أن المدخين كيدير يديه باستمرار في الفم ديالو الأمر اللي كيفتح الباب لدخول الفيروس ويمكن له كذلك ينشرف المحيط ديالو بسبب السعال الشيشة يمكن لها تنقل الفيروس وخاصة تاني اللي تتم المشاركة ديالها مع أشخاص آخرين وش تدخين كيزيد من خطر الإصابة دي مضاعفات الكوفيد-19 أيه حيث تدخين كيؤدي للأمراض المزمينة اللي قلنا عليها سابقاً واللي كتقد تعطي مضاعفات خطيرة في حالة الإصابة بكوفيد-19 والتدخين كذلك كيضعف وظائف الرئى وكيضرب جهاز المناعة وهاتشي كيجعل المدخينين أكثر عرضاً للأمراض وأقل مقاوم الفيروسات بما فيها الفيروس المسبب لكوفيد-19 يوى أشنو خاصنا نديرو خاصنا ما انتهونوش في اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين خصوصاً في الظروف الحالية وهكذا غادي نقدروا ننقصوا من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 وغادي نتفادوا الإصابة بالكثير من الأمراض اللي كيتسبب فيها التدخين والمضاعفات الخطيرة اللي ممكن تنتج عليها ليدا اليوم قبل من غدا بارك علينا من التدخين نديروا البصمة ديالنا في المجتمع نساهموا بشكل فعال ومسؤول في عدم نشر الجائحة وفي حماية نفسنا وفي حماية غير المدخينين من كوفيد-19 وفي الأخير بالعزيمة والعرادة كل شي ممكن يكفي اتخاذ القرار الصحيح معركة ناض ضد وباء كوفيد-19 ما زال مستمر صحيح أننا قطعنا أشوات كبيرة رهنت فيها بلدنا على صحة المواطن من النهار الأول ووقفت بزادي الأنشطة الاقتصادية لكن اليوم جال وقت باش كل واحد فينا يرجع للعمل ديالو ونعود اقتصادنا كل ما ضع اليوم بلدنا أمام تحدي كبير وريهان خاصنا كامل نساهموا بش نربحوه مقاويل أو عميل مستخدام تاجر أو صانع كلنا خاصنا نقفوك فوحدة باش الاقتصاد ديال بلدنا يرجع كيف المكان وحسن الملكات موسيقى وباش نصول هالشي كامل الشركات المقاولات كبيرة متوسطة أو صغيرة كلها خاصها تاخد تدابير وقائية وصحية باش تحمي العمال والمستخدمين وحدة الزبناء ديالها موسيقى جباب كل شركة ومقاولة خاصنا نعقمو الأحدية ديالنا خاص ميزان ديال الحرارة باش نتأكدو من سلامة كل واحد داخل الشركة ومنساوش رتيداء الكمامة اللي هو إشباري موسيقى حاجة اخرى خاصنا نعقمو يدينا بزاف ديال المرات في النهار موسيقى وخاصنا كذلك نحتار متابع والاجتماعي ونخليه مسافة الأمن الضرورية بنتنا في أماكن العمل موسيقى وكل هالتدابير يمكن نلقوها بالتفصيل في الدلائل العملية ديالاتحاد العام المقاولات المغرب والمجهة لمقاولات صغيرة المتوسطة والكبيرة موسيقى 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 موسيقى